اجتياح البري يعني انا راح اعود اسبوع وبيقول لي الامريكان كده وهم الامريكان بيقولولو كده يعني بيعدوا مع بعض يلطفوا الجو وكده هم بيقتلوا الناس احنا راحين ندخل اسبوع لبنان ننظف الحتة دي كنهم على برامج فوتوشوب على الكمبيوتر هننظف الحتة دي ونخلص عليها ونحط ناس عندنا ونبقى الجو لطيف ولزيز ونرجع الناس المئة الف الاهلي للشمال اللي هم الاسرائيليين وتبقى خلصة الحدوتة وخلصة الحكاية عملوا نفس الحكاية دي في قطاع غزة قال لك احنا رايحين حتى اوصف القصة النية نزهة يعني واحد راح يتفسح كده في شام النسيم هنهتقل غزة اخلص على شوات بتوح حماس كده والامهم زي 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 ما بقولوا حط الكنافة والام الكنافة بقالوا سنة قاعد يقتل في الناس في قطاع غزة ومعرفش يعمل ده قطاع غزة ده خلي بالحضراتكو قوته العسكرية وقوته وقدراته في عملية الادارة مش قد قوات حزب الله وان كان حزب الله عنده بعض الاختراقات الامنية المؤسفة للغاية خلال الفترة اللي فاتت حماس بقاله اتناشر شهر اتناشر شهر احنا خلاص بنقفل السنة وهو بيموت فيهم بيموت طبعا اهالي فلسطين وبيقول عليهم ان هم حماس وقال لك فككنا تلاتة وعشرين كتيبة من الاصل الربعة وعشرين كتيبة ده فيما يخص قطاع غزة المخابرات الامريكية بتقول في نفس الوقت كل حتة يسيبها الاسرائيليين بعد ربع ساعة حماس بترجع وتدرها بنفس النصق بل انهاك فيه تجنيدات في كتايب في جباليا والشجاعية وعخرة حتى فيه ضرب بتم من الشجاعية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي سوا في محور نتسارين في الوسط او عدد من التمركزات الاقرب في خان يونس ورفح ودير البلح ده بيتم على الارض الكلام ده مش ارشيف يا اخوانا الكلام ده بيتم واحنا بنكلم حضراتكو وللت مبارح واول مبارح لكن من النهاردة وبدأت ارهاصات مبارح الفرقة 98 داخل جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأت عملية الاجتياح البري في هذا النصق احنا قدام حضراتكم واحنا شايفين الخريطة دي الخط الابيض ده لو واضح فيه الكاميرا انا خلينا حديده حتى بالخط الازرق ده الخط ده هو الحدود ما بين اسرائيل ولبنان الحدود ما بين اسرائيل ولبنان في هذا النطاق بتوع حزب الله او قوات حزب الله او الضحية الجنوبية او قوة الردوان او المدفعية بتاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي النهاردة ضربت حتة خلينا باللون الازرق ده الاسرائيلي حتة اسمها المطلة وحتة اسمها في فيم في فيم دي حتة في قاعدة ويتم مركزات لقوات الخاصة بالاحتلال الاسرائيلي واصابتهم اصابة مباشرة في الناحية التانية بقى خطة الامريكان وخطة الاسرائيليين هم عايزين ينظفوا الحتة دي بدأوا يقتحموهم عملية دخلوا قوات استطلاعوا قوات خاصة في الاول فتحت بعض فتحات الانفاق يعني كده انهم يعني عملوا اللي ما يتعملش وبعدين هيددوا يدخلوا الفرقة 98 ابرار جوي مع بعض الوقات المظلين والوقات المسندة عشان يقتحموا الحتة دي ينظفوها عشان يبدأ يدخل الناس قلنا ان الضربات الجوية وفي ضربات جوية مبارح تمت ضد دمشق لان في بعض الاخبار والتقارير تشير ان في تمركزات من بعض العناصر وتجمعات من دمشق وسوريا ربما تكون لها دور في المستقبل كمان بيدربوا الضحية الجنوبية وبيروت بناء على معلومات استخبارية طيب دي رواية واحنا بنقول لها حضراتكم عليش برضو هي رواية منقوصة لان دي اللي بيقولوا الاسرائيليين والامريكان تيجي مع حضراتكم كده نعد واحدة واحدة كم نقطة بتتضرب جوه اسرائيل وانا من المؤمنين بان رواية الاسرائيلية رواية كاذبة 100% الرواية الحقيقية على الارض نعد مع بعض ادي عشان بس انا هاخدها لكم حتا حتا كريات شامونة دي بتتضرب بقالها 11-12 شهر واحد صفد انا هتقول لكم في العنق واحدة واحدة كل الحتة دي اسرائيلية صفد صفد دي بلد مخلية من سكانها الاسرائيليين مش موجودين في مكانهم نهارية دي بتتضرب بمسيرات وصواريخ هي ازمة بس حزب الله ان ما عندوش قوات جوية ولا عندو الدفاع الجو المطلوبة وعندو صواريخ وقوات صروقية كبيرة ومدفعية ما عندوش الحتة اللي يقدر يواجب بيها الطيران الاسرائيلي وهي دي الاشكالية مع فكرة التقطيع اللي تم في القيادات وهم ملوء القيادات لسه لابد ان هم يسيطروا امنيا على تدول المعلومة في حد في النص بيرصد يعني تحركاتهم وهناك ربما اختراق امني اكيد هم هيصلوا ليه ويعرفوا مين المسؤول وحزب الله عندو ميزة انه بيعلن يقولك ده المسؤول وده اللي تستشهد وده اللي تقتل ما بيخربوش حاجة خالص طيب كريات شامونة صاف دنهارية عكا دي برضو اسرائيلية وبتتضرب انا مش بعد عشان ما سمع لحدش يجيلي في الكومنتات ويقول لي بتقول اسرائيلية يعني في فلسطين المحتلة وتتبع كان الاحتلال الاسرائيلي عشان بس نخرج من المأزق ده ندخل في العنق شوية طبارية دي بتتضرب داخل فلسطين المحتلة وتتبع كان الاحتلال الاسرائيلي الناصرة دي بتتضرب في فلسطين المحتلة وتتبع كان الاحتلال الاسرائيلي العفولة دي بتتضرب في العمق الاسرائيلي جينين دي فيها مواجهات بس جينين دي بقى ايه مواجهات مع فصائل المقاومة اللي داخل فلسطين كل اللي فده مع حيفة طبعا حيفة دي اللي هي الكريزة بتاعت الضربات بتاعت حزب الله اكتر حتى اتضربت من حزب الله والضحك الجنوبية من حيفة وصفد وكريات شمونة أكثر ثلاث حيثة الضرب حيفة دي فيها المجمع العسكري في تعرفايل وفيها قاعدة رامات ديفيد جنبها هنا في عملية الضرب يبقى دول دول فيما يخص الضرب اللي جاي من جنوب لبنان ده جزء من الصياق مع المقاومة الإسلامية في العراق برضو ضربت بعض الحيثة دي ندخل بقى الضرب اللي بيتم من حماس المقاومة الخاصة في فلسطين المحتلة جنين دي واحد نقطة تمركز ومواجهة طول كرم نقطة تمركز ومواجهة هنا نابلس نقطة وهنا بقى هنتشوف مخيم نور الشمس اللي حضراتكم بتسمعوا عنه موجود في الحتة دي يبقى دي مواجهات تتم يعني مع المقاومة الحماس فرع الضفة الغربية مش فرع غزة طيب نرجع تاني او نمشي مع بعض تاني خطوة تاني غزة اللي هي الحتة دي كلها بقى مش محتاجين بقى عدد لحضراتكم المواجهات اللي بتتم في قطاع غزة اللي مساحته تلتمية وستين كيلو مواجهات على طول الخط طيب نمشي مع بعض تاني هنا بقى في الجنوب هنا خالص مع البحر النقطة دي دي بقى نقطة الضرب اللي بتتم من الناس اللي جايين من على بعد الفين كيلو اللي هم اليمنين او الحسيين اللي بيدربوا إيلات ويساعة عشرة لو الفيديو ده اللي احنا بنقوله لحضراتكم وطلع بعد ده هتلاقي كلمة المتحدث من الحسيين هيعلن عن ضرب حاجة خاصة بالبريطانيين طيب يبا دي مواجهات بتتم على طول الخط عشان الواحد بس وماشي ومعدي الناس يقول له خلصة الحكاية هم في حاجة تاني اه في حاجة تاني ده في كل حاجة تاني يعني لأي اعتقاد أو أي تصور ان الطرف الآخر اللي ضد إسرائيل اختفى يبقى ده جزء يا اخوانا من عدم قراءة التاريخ جزء من عدم إدراك ان طول الوقت المواجهات دي انا مش عارف ممكن زميلي كده في نسرش على حاجة بسيطة انا هورها لكم يا رب نلاقيها على النت هي فكرة اغتيال عباس مساوي اغتيال عباس مساوي ده هو الشخص رقم اتنين في ترتيبه الأمين العام اللي كان قبل حسن نصر الله تم اغتياله سنة اتنين وتسعين الشخص ده خلينا نشوف الصور كده يا رب لقلكم منشت لي الصحف الإسرائيلية لما تقع المنشت ده لطيف جدا ده باللغة العبرية قدام حضراتكم المنشت ده مش عارف امتداد الكادر بتاع الكاميرا ممكن يجيبه زميلي لو هم شايفينه المنشت ده بالعبري بيقول ايه بقى انتهى الصراع ما بين إسرائيل وحزب الله الطايم بتاعه الوقت بتاعه سنة كام سنة اتنين وتسعين بقى لهم تلاتين سنة بيجذبوا محمد الضيف مثلا بتاع حماس اللي قال لك اغتياله قالوا عن اغتياله تمن مرات وكان اول واحد اعلن عن اغتياله مين نتنياهو فدي اشرت ودعاية ووسيلة الاسرائيليين المواجهة والاكتياح البري اللي بيتم النهاردة في لبنان ممكن يقعد 11-12 سنة محدش يتصدم يعني ممكن يقعدوا 11-12 سنة ومش يقدروا اقتحموا لبنان قبل كده في 2000 واقتحموا لبنان في التمانينات وكان معهم ناس مسمين نفسهم الناس اللي بيتكلموا على حزب الله بيقولك هم وضعوهم وظرفهم كان في لبنانيين فوقت نقاط مع الاسرائيليين بيضربوا حزب الله بدعوة اي منطق بقى يعني على اعتبار مثلا ان حزب الله مش جزء من المقاومة المسندة اللي هي بتحمي وده طبعا ليه اتفاق الطائف عندهم اتفاق ينظم هذه العملية وحزب الله جزء من الحياة السياسية العامة في الداخل اللبناني عشان كده حتى الفرنسيين وهم عارفين ومرايبين من اللبنانيين رفضين اللي بيعملوا نيتنياه واسرائيل الامريكان بقى مكملين اخر حاجة نجاوبع مع حضرتكم في هذه القصة او في هذه الحلقة من برنامج مسرح العمليات الاسرائيليين ايه اللي يأثر في الاسرائيليين ايه اللي يأثر في الامريكان اللي بيدوروا الحرب رقم واحد انا هنا بتكلم في تفكير او يعني بقول على فكرة المقاومة او الطرف اللي ضدهم ماليش دعوة انا مع ايه انا بتكلم على المعلومة الوضع استهداف القوات البشرية استهداف المصالح الخاصة بهم سواء في الداخل الاسرائيلي او في الخارج المصالح الامريكية في الداخل الامريكية او في الخارج استهداف قيادات امنية سابقة بعمليات اغتيالات وحتى الشباك روننبار رئيس الشباك طلع بيان مبارح وقال لك ان الايرانيين كانوا عايزين يجندوا اسرائيليين يجروا عمليات اغتيال ضد شخصيات اسرائيلية فده جزء من المخطط لابد من ان هو يربك المشهد بتقطيع اواصل القيادة اللي فوق يعني بين غفير وسموتريتش وزارة المالية والناس المتطرفين لابد انهم يعني ده اللي المفروض يحصل يجرى استهداف لبعض ادوات اليمين المتطرة استهداف ليه مع بعض المباني والمصالح الاقتصادية ده ربما نشوفه في الفترة اللي جاية ربما نكون بس عشان نبقى مدركين عشان كده الوضع صعب اقتصاديا على الكل وده هينزل بحاجات اقتصادية كبيرة بضافة الى استهداف الفكرة البشرية الخاصة بالاسرائيليين والامريكان من النهاردة وعلى حسب الامريكان والاسرائيليين اجتياح محدود بدأ الاجتياح البري للبنان محدش يؤمن ولا يصدق الدعاية والرواية الاسرائيلية حوالين القصة في اجراء تم لكن دعاية القصة وتصدير القصة كابتن امريكا اللي هم بيعملوها دي اللي يدخل يخلص مش حقيقية مش حقيقية بواقع الميدان وبواقع الارض وبواقع الحقيقة بواقع التاريخ كنت معاكم زاك القاضي من صالة تحرير اليوم السابع وبرنامج مسرح العمليات نرجو ان احنا نكون قدمنا لكم معلومة محترمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا